منطقة البعاثة التي تقع للشمال من مدينة الرمادي تحولت إلى ساحة مواجهات عسكرية بين القوات الأمنية وتنظيم داعش الذي شن هجوما واسعا من محاور عديدة من أجل الوصول إلى مدينة الرمادي لكن القوات الأمنية أحبطت مخططات تنظيم داعش ما حدا بعناصره إلى الدفع بعجلة مفخخة أسفرت عن تدمير بعض أجزاء جسر البعاثة قطعات الشرطة المتمثلة بفوج طوارئ شرطة الأنبار السادس عشر تصدوا لهم وتم قتل جميع عناصر التي حاولت العبور إلى الضفة الثانية لنهر الفرات والدخول إلى المدينة تم قتل ثمانية أفراد من جردان داعش على كتف نهر الفرات بالقرب من الجسر الحديدي وتمكنوا أيضا من تفجير العجلة التي استهدفت الجسر على ضفة النهار الهجوم الذي شنه عناصر داعش على منطقة البعاثة يأتي لتأخير العمليات العسكرية التي تتحضر لها القوات الأمنية لضرب معاقله في مناطق جزيرة الخالدية وكذلك لفتح خطوط إمداد وممرات لعناصره المحاصرة في مدينة الفلوجة هدف من قطع هذا الجسر أو تفجير عجلة مفخخة عليه هو لتقليل أو تخفيف الضغط الذي مارسته القوات الأمنية على جردان داعش أو البطع في تحرير جزيرة الخالدية وجزيرة الحامضية وأيضا تخفيف الضغط الذي حصل على مدينة الفلوجة من قبل قوات الأمنية على جردان داعش الأرهابي يعتبر هذا التعرض هو الأول الذي يشنه داعش على مواقع القوات الأمنية في مدينة الرمادي منذ مطلع العام الحالي الذي استطاعت القوات الأمنية استرداد مناطق شاسعة من محافظة الأنبار من خلال شنها لعمليات عسكرية متعددة ومتعاقبة من محافظة الأنبار محمد الشمري قناة بلاد الفضائية